اشتركوا في القناة خلال منطلق انت كنت شخص مسلم متدين بعدين شخص بعثت عن الدين وبعدين شخص آمنت بالمسيح تعطينا شوية أفكار لكن بس حابب هيك يعني للي يمكن بيحضروا في هاي اللحظات انت شاركت اختبارك انك انت ولدت في عيلي ريفية مسلم سني في سوريا درست الدين درست الشريعة وبعدين تركت سوريا رحت على لبنان تعيش حياتك والرب تعامل معاك في لبنان امنت في المسيح وجهت تحديات كثيرة من عيلتك ومن الاقرباء واذا ذاكرت كويسي قلت 22 محاولة قتل حتى اضطريت تزرع شعر في رأسك بسبب التقطيع اللي حدث للك و18 علامة في الجسد أنا على فكرة كمان في علامات كثيرة بالجسد بس لانه اصلا انا كنت غير مؤمن بعيد عن الله بسبب طبعا المشاكل الكثيرة لكن مش دينية الرب غير حياتك اخ نظر هذا شيء واضح انت بتحب الرب وعم تخدم الرب وجهت تحديات من المسلمين هل وجهت تحديات من المسيحيين اكيد معلش احكي قلبك يعني بالحقيقة اليوم انا كمسيحي وانا اقود كنيسة في عدد العابرين اكثر من المسيحيين والمجد للرب لما زرعت كنيسة في لبنان او خدمات مع كنيسة الام كان في عدد عابرين اكثر في مناطق اسلامية ووحدة من المناطق تسمى مدينة المسلمين فكان في اشخاص مسيحيين مدينة المسلمين اللي هي طرابلس نعم وطبعا بعدين عملوا عنا ريبورت وطلعونا اشخاص ثانين وعنا اهداف ثانية لكن ما كانوا عارفين انه هدفنا نشارك محبة المسيح فاذا كان تحريف توصيل محبة المسيح للناس هو جريمة وقفت عند قائد الامن العسكري بطرابلس وقال لي انت ممنوع تفوت على طرابلس ومضيت على اوراق وقال لي في عندك جريمة قلت له بدي اياك تعرف له اسم معين ما بحب اذكر اسماء قلت له بدي اياك تعرف حضرة الضابط اذا مشاركتي محبة المسيح لهوذي الاشخاص اللي انا كنت مثلهم جريمة فانا اقبل وكان بدي اطلع من لبنان لكن المجد للرب ابقيت بلبنان وبعد فترة اطلعت المهم اخ نزار انه في تحديات من مسلمين وفي تحديات سياسية حتى في لبنان المفتوحة بالنسبة للدولة لان بدها ترضي المسيحيين والمسلمين لكن تحديات تجي من المسيحيين وخصوصا انا امنت بفترة ما كان في مسلمين كثيرا يجيو عند المسيح لانه حتى المسلمين بفكروا انه راح لا ياخد مصاري او راح لا يروح مع بنات مسيحيات لانه عندهم فكر مختلف عن المسيحية ما عندهم فكر حياة القداسة وتعيش بخوف الله عندهم فكر انه المسيحية يشربوا ويعملوا اشياء مش حلوة لكن هذا فكر مختلف عن المسيحية الحقيقية اللي يعلمه الكتاب المقدس فالاختلاء او المشاكل او المضايقات اللي صارت من مسيحيين اللي هو ليش جاي على المسيحية شو هدفك مش قابلينك كأنه كانوا من اختصاصهم مية بالمية المسيح قالنا ليش انت حتى المسلمين بوقت من الاوقات واحد من الاشخاص المسلمين ويعرف اني مسيحي قال لي شو اخبارك او كيفك باللبنان قال له الحمد لله قال لي ليش الله الكن قال له حبيبي الله للكل ويحب الكل طبعا فيه الى نرجع بتفاصيل انا وياه ونحكي ليش الله للكل ويحب الكل لكن بالنسبة لاشخاص مسيحيين عدم قبول خوف لانه خصوصا تعرف الفترة اللي فاتت فيها لبنان وسوريا كاشية سياسية والمسيحيين والمسلمين بلبنان فاتوا بحرب اهلية فكان فيه خوف ليش هذا المسلم جاي لعنا خصوصا دارس شريعة ينتمي لعائلة مسلمة ينتمي لمنطقة فيها تيارات مثل السلفية والاخوان وهذا طبعا الدولة السورية عالجتهم سابقا فكان فيه خوف وغير هذا وكله شخص سوري انه هذا الشخص سوري فكان دايما فيه خوف ليش اجيت شو هدفه شو بده لفترة من الفترات فيه اشخاص ما كانوا يسلموا علي خايفين انه انا بعرف عنهم افكار او اشخاص بيقولوا انا ما بدي اعطي عنوان بيتي او عارفوا وين بيتي لانه انا خايف منه لكن لاحقا لما كانوا يشوفوا عمل المسيح بحياتي اذ غيرت هذه الافكار لوقت كانوا دايما يسألوني تحكي مع اهلك فيه علاقة مع اهلك بيقولون انا بحبهم لكن هن رخضيني انا بحب اهلي وبحب عائلتي وبحب المسلمين لانه المسلمين هن ضحية الاسلام فدايما كان مرفوض هذا الفكر او انت لسه تحن على حياتك القديمة فكان فيه سوء فيهم وكان فيه اوقات بكل امانة من اشخاص هي عدم محبة عدم محبة لانه انتو عملتونا بالماضي واحد اثنين ثلاثة بالنسبة للي انا ما عملت اي شيء لكن انا جاي قبلت المسيح وبدأي عيش معكم لانكن اخواتي بالايمان واخواتي بالجسد